بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشينة باب نوزدى فرمع باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان ولا يعيد عليه الضرب ولا يقتله إن أخذه أسيرا ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام بردوام اللو بابانيك زياتر باسي بابلين أحكام فقهيكان منبوكا لسألوك سانيكا هم خوارجا هم چطورقرا هم مرتدي محاربا وهم دزو بيهو خجو بيهو خرابو داعن بيس أوبها بتاعنا قرتوه لمالو حالو لاسا حوغلاتي خوتا قرتنه حكما كان يانشه ما فرميه؟ أما بابكا بوم دارشتوه لباري أولي كان آية أقربيتو لقل دجمناك أبجانكي باكيبخي أو عند عزيتي بدأتو اللي بدأتو بريناري بكيه أثخنة يعني زور عزيتي داعو بريناري كردو شكاتي كريتر آية توبه تشيبكيه لو حالتها هربه بردوان بيهو بيهو بيكوشي نخيل بيهو ومانش ملاء خيري بابكو ووالي دواميان ياخد دزك هاتو تسرتو بريناريكي يترواو ليه واي ليهو دزك ايو حال ديهو ورزقاري بيهو دست آية دواميان دواميان ياخدنا لأنه لا يعيد عليه الضرب اگر بوشيهو باكي خستو شكاتي كردو يستيهل بيهو ورزقاري بيهو 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 جاريكي ترلي بدأتوه وبردوان بيهو ليداني و اگر قرتي بأسيري ولا يقتولهو إن أخذهو اسيرا بيهو بيهو بيكوشي اگر بديلي كوتدستي بيهو بيهو بيكوشي يعني يعني كلا جنقع بيهو بيهو بابلين حالتي دزي كردن و هاتنا السرتو تعدو و بابتان شابه كأنه سير کردو بيهو 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 جيه ولا يحدث فهي حادثة إلا بيهو 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 الإمام فرمي أخبارنا محمد بن المنذر ابن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال فإن جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضربة حتى تقتله إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته فرمي إمام يحمد فرميت يأخذ هيرجبارك تعدعك منع كل أخوته وإذا صلات تكرده برين دار واختبه ادنين بيكو جي لأن صلاتي بسرته يأخذ بيدر داز إمام يأخذ للي دار برو طبعا بدرية داز إمام باشترينشتا جمالا سطو شنسطو شاش حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس ابن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول وصول السنة فذكر كلاما كثيرا وقال قتاله باللصوص والخوارج جاهز أفرمي يوم لإمام أحمد أفرمي بنا ما كان السنة أمانا كو مالك زوالي باسكر دواتر فرمي شاركر دن لقل خوارج دزو بيأخرا فكانه وشتك جاهزا يعني للا أهل السنة جماعة قال ولا يجيز عليه أن ينصرع إن كان جريحا فرمي جايمام أحمد فرمي قربا برينا ريكو تدستي أسيربو بوينيا بكجة بوينيا بردوان بل عزي الداني فليس له أن يقتله وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد نبوي هيا أخوي بيكو جا نبوي هيا أخوي حدك لسا جب جبك ولكن يرفع أمره إلى من والاه الله فيه فيحكم قال كو أي دات ذاس إمام أي دات ذاس كان بدستي نصر معنانك أو حكم لسا جب جبك باب بيست فرمي باب كراهية اتباعه إذا ولا فرمي بابك بوم دارشت إلى باري وويك أجر دجمن يأخذ دز يأخذ بيع أخرا باش تكردو هالهات باش تكردو هالهات كراهة تكردو هالهات مقبلا وأما موليا فلا ولا إسحاق كما قال أفرمي إسحاقي كوري منصور كراهية وابو ما نفرمي با إمامي أحمد ما نوت آية دز يقبية تسرمانة وعين جانقي لقالكين فرمي بلا بلا تابش تكاتو هالهات كبش تكردو هالهات يتردو هالهات أفرمي بابا تم كراهية وابو يسحاقي كوري راهوية فرميتي ابن عمر دز يقبية تسري شمشيري بودارك شمشيري بودارك حيث رقال مارعينك نيكو جي فرمي فرمي بلا يوكاتي كرباري ابن عمر بقوبة شمشيري ابن عمر شمشيري بودارك رقال مدوها ويتر لقرة فرمي يسحاقي كوري راهوية شهر عمان ويحبوك جمارة ساتو شاصة هاشت حدثني زكريا بن يحيا حدثنا مطالب سمع أبا عبد الله قال فإن ولا فليدعه ولا يتبعه قيل له فإن أخذ مالي وذهب قال اتبعه قال إن أخذ مالك فاتبعه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضرب دعه يذهب وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك فإن فرميه بسيار بان كلا إمامي أحمد وطمان إذا كانت تتبعه مالكة 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 وحل بها فإن فرميه بلا دوائكة فإن فرميه مالكة بلا دوائكة فإن فرميه بلا دوائكة مالكة فإن فرميه بلا دوائكة مالكة جنقاوي أو هاتوا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في اللص يعني فلم يرى بأسا على قاتله فذكره فإن فرميه حديث عمران كري حسين جراه فإن فرميه بلا دوائكة مالكة مالكة فإن فرميه بلا دوائكة مالكة لأنه كان يحصل فيها فإن فرميه حدثي يعني أفرميه أحمد فإن فرميه ابن عمر كابرات ناسري كبير فإن ناسري قال ما هذا هو لازيعت البروشتعة كابراء ابن عمر ليه يكوشت بلاد رساطة وشنسطنو حدثنا محمد ابن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس ابن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال قتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للنجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه وليس له إذ فارقوه أو تركوه أن يطالبهم ولا يتبع آثاره ليس ذلك لأحد إلا الإمام أفرمي إمامي أحمد فرميهتي شاركة لنقل دزو خوارج جائزة أقرهات ويسي عن خوضبك وجن يأخذ مالد بلن أتواني دفع على خوضبكي بهر شيويك كالتوان عيتاهي بلعام كاوان رائع كردو لا تدورك وتنوته بوادنية دوامكوي وبوادنية خوضل يقول لنوبكي تبيان دوزيته وبالكو أي ذات دس إمام كارب دس مسلمان أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعاركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وما له رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الأثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يأمر بقتله ولا اتباعه أفرمي أفرمي باشان علمي خوضل على حال خارفة من خارفة تبقي حوله وهو يدفع أفرمي بجهد حوله في اعنى ويحدث عنœد ما يقوم لذلك حوالees إذا كان يدفع بجهده أفرمت أنه هو إلى مجرد يمكن أن يكون لكثير من الأشياء حوله ونسبب كل الهدفع كان الأن تقول أنه هو شهيد وإنما كان ذلك أرواح أحاديث كان كهتولا سألوا بابتا أفرمي من قتل دون مألي فهو شهيد من قتل دون عرضي فهو شهيد وفرمي هره مشيان فرمانا كابويكا بجنجي نكبكو جيان ونكدو عبكا جمار صلاط حفتا وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر ابن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسمعته يقول في قتال اللصوص قال أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل قال لأنه بروع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون مالي فهو شهيد ولكن إذا ولل اللص لا تتبعه قلت أليس اللص محاربا قال أنت لا تدري قتلا أم لا فأما إن كان اللص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصى المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحبه أفرمي يوم لابو إمامي أحمد يفرمو الشارك الذين لقل دزو بيأو خراب كذيت سرمال الدروسة لأنه بروع عن النبي يوم لابو إخوة المسلمين أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعتوا باب عبد الله يقول في هذه المسألة فإن ولا فلا تتبعه وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه أخبرني محمد بن موسى أن أيوب بن سحاق حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله وإن ولا فلا تطلبه دعوه يذهب عنك أخبرني أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر ابن محمد عن أبيه عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله في هذه المسألة قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا ما لك ونفسك فأما أن تذهب إليهم وتتبعهم إذ ولوا فلا يجوز لك قتالهم صوحة أخبرنا محمد بن منذر قال حدثنا أحمد بن الحسن أنه قال لأبي عبد الله فإن هرب أتبعه قال لا إلا أن يكون متعك معه أرجعه كما انه قال للحسن سيفة وإن هرب أتبعه في هذه المعرض حينما يتغلون محمد بمات صغير وفلا يتغلون أن يحاول الأساس ودور ت Pretتبعه ولا يتغلون تغلون وهذا فرمي با إمامي أحمد يعني تقرأي كثيرا فرمي يقرأي كالوفلو كالايتوي في أبوضعيك وبالانو أقرأي بينا بودو عمك ولي يقرأي رشدو بابي بيستويك قتال لصي يدخل منزل الرجل مكابرة وذكر مناشدتهم وغير ذلك ياو ذكر مناشدتهم وغير ذلك فرمي بابي كباندار رشد الله باريد زيكا يترهته تمغالكته وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك حيث أنه تسلو لي معلقة هذا معنى حموية قربية بيتنا ومعلكت بلا مساعدتنا ومعلكتنا ومعلكتنا وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك جمع رساطة وحفتة وبيانجة فرمي أخبرني حرب ابن إسماعيل الكلماني قال قل لي أحمد ابن حنبل رجل دخل دارق من بسلاح فقتله فلم يوجب فيه فقتله فلم يوجب فيه فرمي بإمام أحمد يعني أنه يوجب فيه بسلاح فقتله حكمه فرمي فرمي أنه يوجب فيه حرمك يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أنه يوجب فيه يوجب فيه ششف أخبرني زكريا بن يحيا أن أبا طالب حدثهم قال سئله أبو عبد الله عن اللصوص ليس عليه شيء إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته قال فإن ولا فليدعه ولا يتبعه قلت له فإن أخذ مالا وذهب اتبعه قال إن أخذ مالك فاتبعه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد فأنت تظل مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه ودعه يذهب وإن لم يقتله يلقيه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد أن تأخذ الشيئك وتدفعه عن نفسك فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك حدث عمران بن يحصين في اللص يعني لم يرى بأسا على قتله قد ذكره وقال ابن عمر قد دخل اللص فخرج يعد بالسيف سلطا قد ذكره قد يتفعه في حالة إمام أحمد قد يتفعه من قاتل تلقى قد يتفعه قد يتفعه قد يتفعه تشيئه قد يتفعه قد يتفعه قد يتفعه وبتقدام عمقص w says فَرْمُوا امسكَ بالمعلوم meus فَرْمَو هُلَ، هُلْڈ,. أَلْهِDSِي الَّسَرْنَ فَرْمُوا وَلَ عَلِي وَلَا مَلِي وَلَ قُلِهِ فَرْمُوا إِجْي مَطَئِ فَرْمُوا اَجْرَ اَجْرَ فَرْمُوا إِجْهِ فلن تشتغل اسمتها عن إلعاء موكف و لكن يقول ؛ جميع جميع موكف و يبحث عن موكف وجهد فلن تشتغل موكف ايضاً فلن تشتغل لأن الموكف و لو رأني تشتغل من خرم لأن الموكف بأسفارة لم يكن وغاوم باش أمام أن يؤمر إذا كان تشتغل الموكف و نتلقى نحن بنا أكثر بشكل موكف يتميز من البعض لمؤسسة البصري كان مفتوك وعتى يستخدم وكسبة بكثاب العسكة كانات أصوحت الحزمة ومن الحديث أبن عمر فهمت جمارة السلطة وحفتة وحود أخبارني عبد الملك الميموني قالوا لي أبي عبد الله لصن دخل على رجل في داره كيف يصنع قال أليس ابن عمر أخذ السيف لولا أنا أنا منعناه قالوا فيضربه فرمي عبد الملك ميموني بابلين إمامي أحمد يفرمي بها قاتة مالك أي يدزيم ليبكاتشي بكم فرمي أوليا إمامي عبد الله يكري عمر شمشيري بودارك الدواء على خلقك نهان قرتها يكشت لنعوي يبدل يدعب شمشيرك قال لهم لرجلي أن يمنع عماله ونفسه يعني بكل ما فرمي عمي أحمد دي إنسان بيها دفع على خوي بكا دفع على معضي بكا بهرشتيا لتوانا إياها هل كسيكيش بدا سيوم من له حالتيا وتوان بارني وقرخوشي بكجري وشهيد جمار سطو حفتا وهجه برني الميموني قال حدثنا ابني حنبل قال حدثنا عبد الله ابني إدريس قال حدثنا عبيد الله النافع أن اللي صندخل عليهم فأصلط ابن عمر عليه بالسيف فلو تركناه لقتله نافع فرمي بيهوك دزيك هات سار عبد الله كوري عمر وشمشيري بودرك عبد الله كوري عمر قال إما من عمال نكر ذا لن أبي أبرد جمار سطو حفتا ونوح دثني عبد الملك ابني عبد الحميد الميموني قال قلت لأبي عبد الله هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما قال لا قلت له في أن يخرج عليه هم يداعونك حتى تخرج عليهم هم أخبثوا من ذلك فرمي برسيار مان لإمام أحمد كلاهيك ديوة فتوى باب الله اگر دزياءات سريح لهمك ونحبار بيهوك ديوة فرمينا والله كسما نديوة فرمي بيهوك ديوة اگر بيهوك ديوة بيهوك ديوة فرمي بيهوك ديوة فرمي بيهوك ديوة فرمي بيهوك ديوة لذلك نفسه قابوس عن سليمان risk الله عنه لم يثبته قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلا فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد فرمي برسيارة لإمام أحمد اذا انتهت بيهوك ديوة بيهوك ده قسمت له قسمته على قله بيهوك ديوة وانتهنا بيهوك ديوة وانتهنا بيهوك ديوة وفرمي بيهوك ديوة حدثة قابوسي كإجارته حدثة قابوس لسليمانه جيجنب ويعني حدثة صحيحنية حدثة صحيحنية بلام حدثة بابلين إمام دار القطني تصحيح كالدوه أو إمام إحمد بوخوشن كرابيت يوه حدثة فرمي بي أولا بغمري خواة صلى الله عليه وسلم فرمي أرأيت إن جاء الرجل يريد أن يسريقني أو يأخذ مني مالي ما تأمر به قال تعظم عليه بالله وفي رواية ذكره بالله قال فإن فعلت فلم ينتهي قالت تستدعي السلطان قال فإن لم يكن بقريب منهم أحد قالت تجاهده أو تقاتل حتى تكتبه تكتب في الشهداء الآخرة أو تمنع مالك فرمي أرأيت إن جاء الرجل فرمي بيترسينا بطراف قارب أقولوا أخوها بيترسي للعزل إذا أوله جانب الأسلطان ، فإن قتلت في الجنة وقتلت في النار ، قالت انهم حدثه وإمام مالكيش إمام السحن للمدونات تصحيحي لأوصد شايب بابي جمار فرمي ذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم أو لا ما الحكم في ذلك فرمي قرهاتو كابرا يقيني هبو كذا صلاة نيبا سألوت زا جمار سطوه اشتاق فرمي أخبارنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال سألت أبي عن الرجل يقاتل اللصص ويعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه قال أبي إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده خلوا سبيله فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلونه فليدفع عن نفسه ما استطاع قلت لأبي الرجل يوافق العدو والنصوص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله أي يقاتلهم أو يستسلم لهم قال هذا مثل تلك الأولى عبد الله يقول الإمام يحمد من المشكلة لكي نفسه خيب بارزه باشتره لويكا مالك وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلونه فليدفع عن نفسه مستطاع بلاما قرذاعني اجتبه نباته وانهره اكشن من يجب فعلا خيب كاته يارزاره بيعوانا كوجه فلانتما يبعيه موافقه الدجمان اكا دزاكا اجتبه يداته اكي أحيان شريعان لقلبك يكون تسليمان بفرمي وحاوك وحالي يكاموك اشتكياني ورشت انطاع ويت النجاتي بوه أقار جنال رشتنا بيته ابوهيدوه بجنجي لقال انتا ايكوجن ايكوج يودوني اخاتف جمارة سطو اشتاعدوا اخباراني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا حالثة حدثهما أنه قال ليبي عبد الله فإن علم أنه لا طاقة له بهم وإن هو قاتل قتل فما ترى له يقاتل أو يعطي بيده ويسلم ما له قال إذا كان الذي ترى أنه إن أعطاهم ما له خل يسبي له ولم يقتل فترك القتال رجوت أن لا يكون به بأس فرطمان إمامي أحمد أقار سور بزاني كابرة درقتي أنه أتوان بيكوجن وأويد لذي سعيتي بياناتي سلامة بيتشيبكا فرمي أقار زاني يقيني أبوك سلامة بيويد سيبياناتي بابيان ذاتي ورزكاتك فرمي أقار زاني وإن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطا بيديه قتل فليد بعن نفسه بطاقته ما استطاع فرمي أقار زاني اشتكاش يانباتي وكالاكاش يانباتي وانا ريكوجن فرمي قتال اللصوص في الفتنة أما بابي كترة بابي بيستوسية دايرشتوب من الباري شاركردن لغال دز كاتك كفيت نبر بابي يعني شي كاتك كفيت نبر بابي؟ يعني أو كاتك مسلمانان إمامي النية وحكم الله لنيوانينا ناكريه أروكو أمري هموجيهان دز كاتة سالح ومكيتشيان جمار السطوة اشتاسية في المدفع علينا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبلة كاريها قتال اللصوص في الفتنة لم كاتاك دز كاتة سالح حكم الله بنينيا إمامي أحمد بباج نبوت وبوخوت بجنجي لغاليان أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا أيوب بن إسحاق أن أبا عبد الله قال وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء ولكن أدخل بيتك فرمي إمامي أحمد باسي فتنان بوكب فرمي لفتنان سلاح المقرى وكتشارشيان بفرشي بارجريل أخوات بسلاح مكب الكبرى ما لكتدرجع كالداخل جمار سطوة اشتاطين جخبرني لحسين ابن الحسن قال حدثنا أيب راهيم بن حارث قال قيل لأبي عبد الله الرجل يكون في مصر فيه فتنة أخبرني حسين ابن الحسن أن محمد حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر فيه فتنة فيطارقه الرجل في داره ليلة قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله قيل فمن احتج بعثمان رحمه الله أنه دخل عليه قال تلك فضيلة لعثمان وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا وقال قد أصلط ابن عمر على اللص السيفة قال فلا تركناه لقتله فذكر له المناشدة لللص في غير فتنة فقال حديث قابوز عن سليمان ولم يثبته وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن قتله فقاتل فقاتل دون ما لفاه الشيء فأرمي برسالة لإمام أحمد كان يقول إمام أحمد يقول أن يكون لشاركة أفيدنية يعني سر برشاركين حكمتي تعني كنتم مختصرة حكمي الله تعني فأرمي إذا كان هناك معلومة لإبداعات المعلمة لكي يكون هناك معلومة لكي يقول فأرمي يقول لك أن يكون كان لديه إنمام عثمان بأس الموضوع فأرمي أن يكون لديه أن في الثلاء يقول أن يكون لديه إمام عثمان فأرمي إمام عثمان يكون له إذا كان لديه إبداعات المكان من الأمر أن يكون لديه إبداعا game فأرمي أفكر أن يتقوم بالكي يقول أما يتحدث بحق كثيرا حديثة ابن عمري لم يكن من تصميم ذكب ومن قتل فقاتل ومن قتل فقتل دون مالك هو شهيد وقجر له شرع وهو شهيد بابي بستوشوار أفرمع أباب جامعي القول في قتل اللصوص أفرمع كوماليقسي كوكرا عود بوينم لباري شركذن لغلد زكانو كشتنيانو أبابتان تقريبا كوكراوي بابك جمار ساطو هشتاوشش اخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص قال أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل قال ألا يروع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد قال ولكن إذا ولل اللصو لا يتبعه قلت أليس اللصو محاربا قال أنت لا تدري قتل أم لا فأما إذا كان اللصو معروفا مشهورا أنه قد قتل وشق عصر المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب قال ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه ذر في الفتنة اجلس في بيتك قال فإن خفت شعاء السيف فإن خفت شعاء السيف فغط وجهك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شئيد فقال في الفتنة هكذا وقال من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال للصجائز إلا في الفتنة قلت ورأيت إن دخل علي رجل إن دخل على رجل بيته في الفتنة قال لا تقاتل في الفتنة قلت فإن أريد النساء قال إن أريد النساء إن النساء لشديد قال إن في حديث يروى عن عمر رحمه الله يرويه الزهري عن القاسب بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا منه زيل منه زيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته قال والله لا يؤدي أبدا وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربها بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل فكان عمر أهدر دمه أفرمي يومان لابو إمامي أحمد بيانوت لديه خصيدة لديه الزهر ولماذا فرمي أنتظر أنت بحاجة تهدم لهم من أجل وال ketchup وفخذ رجل يجب أن يكبر وقام علي شهيد فقطعذر أن تكبر کیونست أكبر أن تلك الحال بالذي أكبر فقطعاذ فقطعذر أنت يجب أمامي كتب و لا يجب فقطع labor يكون المسلمين الذي يفضل ان المسلمين الذي يحدث في الورد ونحن نفس في الشرطان بمجال يحصل بشكل ملاحسن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأشعر بفرم بمعلكته وما تحمل بشوف سيانسل وضعنا الج tagline وفرمون في المرحة صلى الله عليه وسلم تتقلوا بفرموه أن المالكات سادة كذلك والشهيد و يرغب حول إضافة سامنة ومالات إضافة من المختلفة فهل إذا كانت فتنة يعنيون ماله قرمت عندما تغيير إنه سبب وانا يستطيع أن تطلب الرئيس تطلب الرئيس عليه نظيف الطبيب وناساً helps بداية من أن تشبع مائلت من المستجمات أن يتنسل يمنع من المستجمات كيف يجب ان تحسيد المستجمات تحت من المستجمات ومازلت من المستجمات وخاص يجب انتسل يجب أن يطلع دائم إمام عمر في قوم بعمل السر ويجب أن يطلع نجاهد وقد تقول فإما هو معناه وإمام عمر قمت بأس بروات مال أو في أي حق الججن ما يقدم عن السر أو نجاه الوقت؟ فإن أنه سبق في ق الملاقصه ونجاه الوقت وبذلك عندما يتضح في قانع اسمه ما يقدم بإمام عمر إمام عمر أو يخحصاً في اية المخيصة إذا كنت أعلم ذو ، فهذب هذا ما يتحدث لذلك فهو أبي إمام عمر أو إمام العمر فانها عجيب أبينا خلق عقل إمام عمر سأخبره فإن إمام عمر سأخبره امام عمر سأخبره ثم سأخبره فإن كان يخبره وتركه فإن امام عمر سأخبره فإنه لا يوجد لدينا من أفضل فإنه لا يوجد لدينا فإنه لا يوجد لدينا فإنه لا يوجد لدينا لكن نتعرف بسرعة وإن شاء الله سنقوم بإمكانكم وإنه سنقوم بإمكانكم والحمد لله رب العالم